الدعاء ينقسم إلى قسمين القسم الأول دعاء عبادة أي عبادة تصرف لغير الله فهي الشركة كبر من صلى صام حج لغير الله طاف بالقبوض مثلا القسم الثاني من الدعاء هذا الله والله تبال لكم ولا نروحيكم بانجي هذا نشرك نسكالم نومب تواف إذوك رب الله تبال كبر لدروحيك بانجي القسم الثاني من الدعاء دعاء مسألة دعاء طلب أقول للأخ أعطني كاسة ما مثلا نعم هذا القسم إلى قسمين أن أطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هذا لا يمكن صرف لغير الله هذا الشركة كبر وننام تهيذ ولي سرطي يوض وننام تهيذ القسم الثاني أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه فهذا يصح ولا إشكال في هذا لكن لا بد من توفر شروط أربعا حتى يصح أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه أن يكون الطلب من حي لا من المخلوق شيئا يقدر عليه أن يكون الطلب من حاضر لا من غائب يعني لا يمكن أن أكون أنا مثلا في الهند وأطلب من إنسان في أفريقيا أن يكون الطلب من قادر لا من عاجز يعني مثلا إنسان مشلول أقول لها عطني كاسة ما ما يمكن هذا الرابع أن أعتقد أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيأتي جلب المنافع ودفع المضار كما يتوفر eure إيرد والجاؤة الاهله لفرغب على جيد المنافع أطلب من ماذاerapeut فإن 그런 نهاية ذات القرسي لا يُقق في بين الحديث لي من الجحيم أن أم أول دز wounded يصح هذا بالشروط الأربعة رجل من الناس غريقة في البحر يقول يا فلان أغثني يصح هذا نعم يصح بهذه الشروط الأربعة جاء لك طالب وقال أريد أن تشفعي حتى أقبل في الجامعة الإسلامية يا صح يا صح إذا توفرت هذه الشروط الأربعة نعم إذا اختل شرط من هذه الشروط ينتقل هذا من الجواز إلى الشرك والله أعلم أي شرط الأربعة إلا دايبوغم بول إترام سحيات الأربعة أروادنين يم يددريننه سلق يددرينكو وليماري بول أروادنين يم يددرينكو